عقد بمدينة المكلة اجتماعاً نضم مدراء المكاتب ورؤساء الشعب بوزارة التربية والتعليم بمديريات ساحل حضر موت برئاسة وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبر للاطلاع على سير العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة في الاجتماع نقل وزير التربية تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصرهاد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مؤكداً دعم القيادة السياسية لجهود السلطة المحلية بالمحافظة في تطبيع الحياة مشيراً إلى أن زيارته لمدينة المكلة تأتي بتوجيهات الرئيس هادي للاطلاع عن قرب للحقل التربوي والتعليمي بحضر موت وأكد أن حضر موت تعد ركيزة أساسية من ركائز الدولة وهي نموذج يجب أن يفخر به أبناء المحافظة خاصة في الجانب التعليمي والأمني داعياً مكاتب الوزارة كافة بالمحافظات بالاستفادة من حضر موت واستقرار العملية التربوية والتعليمية من جانبه أكد مدير مكتب التربية بساحل حضر موت جمال سالم عبدون أن ما مرت به هذه المحافظة بسبب تأثيرات الأزمات السياسية على الجانب التربوي والتعليمي استطعت بصلابة وإخلاص وتفاني الخيرين من أبناء المحافظة ودعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الحفاظ على استقرار العملية التعليمية مشيراً إلى الصعوبات التي مرت بها الوزارة التي تجاوزتها بالعلاقة الإيجابية وأثمرت في تحقيق الكثير من المشروعات التربوية والتعليمية على نطاق الرقعة الجغرافية الحضرمية وفق الاحتياج